إبراهيم عليه السلام إبراهيم الخليل عليه السلام من الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم اصطفاه الله تعالى ليكون له خليلا ومن نسله جاء عدد كبير من الأنبياء وقصته عليه السلام من أشهر القصص ولكن كغيرها دخل عليها الكثير من أساطير وخزعبلات اليهود ومن تبعهم من القصاص والإخباريين نسلط الضوء هنا على عدد من النقاط أبرزها أولا نسب إبراهيم عليه السلام نقرأ قول الله تعالى في سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين ثم نجد معظم المؤرخين والمفسرين يقولون أن والد إبراهيم عليه السلام اسمه تارح تاركين صريح لفظ القرآن الكريم متبعين أخبار اليهود والقصاص فنقرأ مثلا في البداية والنهاية هو إبراهيم ابن تارخ ابن ناحور ابن ساروغ ابن راعو ابن فالغ ابن عابر ابن شالح ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام كما قلنا مرارا أن الأسماء المذكورة في كتب التفسير معظمها لا يصح منها أي شيء فكيف عرف القصاص تلك الأسماء ناحور ساروغ أرفخشد سام وسبق أن فصلنا في الحديث عن سام وحام ويافث وقلنا أن ورود هذه الأسماء في كتب التفسير خطأ وقع به المفسرون الذين تتبعوا كلام القصاص المأخوذ من أهل الكتاب ثانيا أسماء الأماكن الواردة في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام يكاد يجزم المؤرخون أنه عليه السلام ولد ونشأ في أور جنوب العراق ثم هاجر مع ابن أخيه لوط عليه السلام إلى حران جنوب تركيا ثم إلى القدس ثم مصر والعودة إلى القدس ثم مكة والعودة إلى القدس والوفاة في الخليل وهذه بحاجة إلى تفصيل لا يثبت أن الخليل عليه السلام ولد ونشأ في العراق ولا يثبت أنه عم لوط عليه السلام ولكن الثابت أنه من قومه قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم سورة العنكبوت وقال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين سورة الأنبياء من خلال الآيتين الكريمتين نعلم أن إبراهيم ولوط عليهم السلام هاجر إلى الأرض المباركة القدس وأكنافها ولكن من أين جاء الله أعلم وأما ذهابهما إلى حران وزواج إبراهيم عليه السلام بصار هناك فهذا لا يثبت وظاهر الآية ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين يفيد أنهما هاجرى وحدهما إلى القدس وأما مصر فلم يثبت أن إبراهيم عليه السلام سافر إليها وما رواه البخاري رحمه الله من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر قصة إبراهيم وسارة مع الملك فإنه قد قدم أرض جبار ومعه سارة فهذا الحديث لا ينص على أن هذه الأرض هي مصر وهذا القول ما هو إلا من الإسرائيليات وهناك قصص كثيرة حول مسميات بعض المدن والمناطق وكلها لا يثبت منها شيء فمدينة حلب الشهباء سميت بذلك نسبة إلى الشهباء بقرة كانت لنبي الله إبراهيم عليه السلام حيث كان يحلبها ويسقي الفقراء وأما الخليل سميت بذلك لوجود قبر إبراهيم الخليل في تلك المدينة وأما بئر السبع فتقول الأسطورة أن إبراهيم عليه السلام كان يرعى أغنامه هناك فطرده أهلها وعندما خرج غاضت مياه الآبار فأرسلوا وراءه يعتذرون منه فلم يقبل اعتذارهم وأرسل لهم سبع نعاج وعندما وردت البئر رجعت المياه كما كانت فسميت البئر بئر السبع خراف أو نعاج وكل ما تم ذكره آنفا من قصص ومعلومات لا يصح منها أي شيء فهي عبارة عن معلومات مصدرها الوحيد خيال القصاص الواسع ثالثا السيدة هاجر مصرية أم شامية لقد حارس اليهود على ذكر نقطة يجب الإشارة إليها وهي أن إبراهيم الخليل عليه السلام قدم مصر هو وسارة وهناك حدثت القصة الواردة في الحديث الشريف وأنه خرج من مصر ومعه سارة وجارية اسمها هاجر والحقيقة أنه لا دليل على أن هاجر كانت جارية فقد نص الحديث الشريف فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر فالملك بعد أن يأس من سارة أعطاها هاجر تخدمها ولكن من هي هاجر ما علاقتها بالملك الجبار هل هي حرة كانت ضمن حاشيته الله أعلم ولكن لا دليل على أنها كانت جارية عند الملك ثم أصبحت جارية عند إبراهيم عليه السلام ومن تلك الجارية جاء إسماعيل جد العرب وهذا أمر لا يليق أن ينسب لنبي فلا يمكن أن يكون نبي ابن جارية وقد عصم الله تعالى أنبياءه الكرام من كل نقيصة ولكن اليهود أرادوا أن يقولوا للعرب أنتم من نسل جارية كانت عند أمنا سارة وبالتالي نحن أبناء الجارية وهم أبناء السيدة إن المعلومات حول السيدة هاجر قليلة جدا ولا يمكن أن نعرف أصلها وقد شرق الناس وغربوا في أمرها غالبهم اعتقد أنها جارية مصرية ومنهم من قال أنها شامية أثرها ملك مصر ومنهم من قال أنها ابنة الملك الكنعاني صادق أو ملكي صادق وكل هذا لا يثبت منه شيء وأما مسألة أن الملك أعطاها لسارة لتخدمها فلا يعني أنها جارية ربما تكون حرة من حاشية الملك أو إحدى قريباته والله أعلم وأما ما يحاول اليهود إلصاقه بالعرب أنهم أبناء جارية فالثابت أن العرب ليسوا جميعا من نسل إسماعيل عليه السلام لأنهم أمة ضاربة جذورها في التاريخ فهود وصالح عليهم السلام سبق إبراهيم عليه السلام بآلاف السنين وكان من أنبياء العرب وأما إسماعيل عليه السلام فقد تزوج من جرهم وهي قبيلة عربية فحصر العرب كلهم بإسماعيل عليه السلام مغالطة تاريخية كبيرة والقول بأن العرب عاربة هالكة ومستعربة باقية فهذه من الخزعبلات التي انتشرت ولكنها لا تصمد أمام البحث والنقد فالعرب أمة ضاربة جذورها في التاريخ توزعوا في شبه الجزيرة العربية والعراق والشام ومسر وشمال إفريقيا قبل إبراهيم وإسماعيل عليه السلام بزمن طويل ومعاد وثامود إلا جزء من أمة العرب وكذلك الحضارات المعروفة تزورا بالحضارات السامية كالأشورية والبابلية وهي جزء من الحضارة العربية وكذلك الفرعونية ما هي إلا حضارة عربية وكذلك حضارات شمال إفريقيا هي حضارات عربية فالخطوط التي تم اكتشافها على الآثار في شمال إفريقيا هي نوع من الخط المسند اليمني وهذا الموضوع هام وطويل بحاجة إلى تفصيل سنفصل فيه بإذن الله في المستقبل القريب في كتاب مستقل ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب ملامح في فقه اللهجات العربيات للعلامة الدكتور محمد بهجة القبيسي الذي درس الموضوع دراسة لسانية فأثبت بأدلة لغوية قاطعة أن الحضارات التي نشأت في هذه المنطقة هي حضارات عربية أصلها من جنوب شبه الجزيرة العربية والحاصل أن العرب أمة كبيرة ضاربة جذورها في التاريخ وليسوا من نسل إسماعيل عليه السلام حصرا فمن نسله عليه السلام جاء بعض العرب وهم جزء من أمة كبيرة تمتد من المحيط إلى الخليج والعجب كل العجب من شيوع معلومة بين الناس لا أصل لها ولا دليل عليها وتخالف كل الأدلة النقلية والعقلية وهذه المعلومة إما أن تكون مستوحاة من كتب اليهود دخلت إلى التراث الإسلامي بسبب تساهل بعض السلف رحمهم الله بالنقل عن أهل الكتاب وخاصة من أسلم منهم ككعب الأحبار ووهب بن بن منبه وغيرهما أو أن تلك المعلومة مجهولة المصدر اخترعت في مخيلة أحد القصاص ثم تداولها الناس وكل شخص يضيف عليها ما يشاء بلا أي ضابط عودة إلى أصول السيدة هاجر الأرجح أنها عربية كانت تسكن بلاد الشام وأنها حرة ولم تكن جارية مصرية وكل هذا من باب الظن فلا نملك أي إثبات على هذا وأما قصة الغيرة والعداء بين سارة وهاجر فكله من الإسرائيليات وأما انتقال هاجر من بلاد الشام إلى مكة فكان بأمر من الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام ولا علاقة لسارة بذلك رابعا من هو الذبيح؟ يؤمن اليهود أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام ونحن نؤمن أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام وهذه معلومة ثابتة لا شك فيها ولكن أن نجد من المفسرين من ينقل كلام اليهود الذين ادعوا أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام فهذا هو العجب العجاب نجد في كتب التفسير تفسير ابن كثير والبغوي والضر المنثور للسيوطي وغير ذلك من تفاسير أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام ونجد أحاديث موضوعة تم رفعها للنبي عليه الصلاة والسلام منها الذبيح هو إسحاق وهذا كله كذب وافتراء يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء الأول الصفحة 71 وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره وفي لفظ وحيده ولا يشق أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم اذبح ابنك إسحاق قال وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم لأنها تناقد قوله اذبح بكرك ووحيدك ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف وأحب أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويحتازوه لأنفسهم دون العرب ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله وكيف يسوه أن يقال إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب فقال تعالى عن الملائكة إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب سورة هود فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في لفظ واحد وهذا ظاهر الكلام وسياقه موسى عليه السلام موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء والمرسلين ذكرا في القرآن الكريم حيث ذكر 136 مرة في 34 صورة وقصته مليئة بالأحداث وكل صورة من الصور روت جانبا معينا من القصة التي تعتبر من أطول قصص الأنبياء عليهم السلام وإلى جانب الآيات الكريمة تحدثت بعض الأحاديث النبوية عن قصة موسى عليه السلام وكحال قصص الأنبياء فقد دخلت الكثير من المعلومات التي لا تصح إليها ووجدت طريقها إلى كتب التفسير والتاريخ ومن هذه المعلومات والقصص أولا قصة المرأة العاقر التي سألت موسى عليه السلام أن يرزقها الولد ثم كانت تدعو الله يا رحيم فاستجاب الله لها قصة لا تصح من وضع القصاص ثانيا قصة الرجل الذي كان يستهزئ بموسى عليه السلام فأمر الأرض أن تبتلعه فابتلعته ثم عاتبه ربه فقال له يا موسى ما أقساك كم ناداك عبدي واستجداك والله لو قال عبدي مرة واحدة يا الله لخلصته منك وهذه أيضا من نسخ خيال القصاص ثالثا روي أن موسى عليه السلام لما دفن أخاه هارون عليه السلام ذكر مفارقته له وظلمة القبر فأدركته الشفقة فبكى فأوحى الله تعالى إليه يا موسى لو أدنت لأهل القبور أن يخبروك بلطفي بهم لأخبروك يا موسى لم أنسهم على ظاهر الأرض أحياء مرزوقين أفأنساهم في باطن الأرض مقبورين يا موسى إذا مات العبد لم أنظر إلى كثرة معاصيه ولكن أنظر إلى قلة حيلته فقال موسى عليه السلام يا ربي من أجل ذلك السميت أرحم الراحمين رواية لا أصل لها رابعا سأل موسى عليه السلام ربه لماذا لا تنام يا رب فقال الرب جل وعلا أمسك قدحا بيدك يا موسى واسكب بداخله ماء وضعه في يديك وحداري أن تنام ففعل موسى ما طلب منه فظل واقفا عليه السلام والقدح في يده وفيه ماء فغلبه النعاس فسقط القدح من يدي موسى عليه السلام وانكسر وانسكب منه الماء فقال الرب جل وعلا وعزتي وجلالي لو غفلت عن عبادي لحظة يا موسى لسقطت السماء على الأرض حديث منكر وهو من الإسرائيليات خامسا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تعالى أنه قال يا موسى خمس كلمات ختمت بهن التوراة فإن عملت بهن نفعك علم التوراة وإن لم تعمل بهن لم ينفعك علم التوراة أولهن يا موسى كن واثقا برزق المضمون لك ما لم تر خزائني نفذت الثانية يا موسى لا تخافن سلطان الأرض ما لم تر سلطاني زائلا والثالثة يا موسى لا تجسس على عيب أحد ما لم تخل من العيوب الرابعة يا موسى لا تدعن محاربة الشيطان ما دام روحك في جسدك الخامسة يا موسى لا تأمن عقابي ولو رأيت نفسك في الجنة رواية من الإسرائيليات سادسا أوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى إنه من داوم على قراءة آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة أعطيته أجور النبيين وأعمال الصديقين وأعمال الشاكرين ولم يمنعه من دخول الجنة إلا أن ينزل ملك الموت فيقبض روحه فقال موسى يا رب من يداوم على ذلك قال يا موسى يداوم على ذلك نبي أو صديق أو عبد قد رضيت عنه أو عبد أريد أن أقتله في سبيلي حديث لا يصح سابعا إن موسى عليه السلام قال أي ربي عبدك المؤمن مقتر عليه في الدنيا قال ففتح له بابا من الجنة فنظر إليها قال يا موسى هذا ما أعددت له فقال موسى يا رب وعزتك وجلالك لو كان مقطوع اليدين والرجلين يسحب على وجهه منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة وإن هذا مصيره لم يرى بؤسا قط قال ثم قال أي رب عبدك الكافر موسع عليه في الدنيا قال ففتح له بابا إلى النار فقال يا موسى هذا ما أعددته له فقال موسى أي ربي وعزتك وجلالك لو كانت له الدنيا منذ خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره لم يرى خيرا قط حديث لا يصح ثامنا قصة موسى عليه السلام مع القصاب البار بوالدته فكان ثوابه أنه أصبح جليس موسى عليه السلام في الجنة قصة موضوعة لا أصل لها تاسعا إن موسى عليه السلام كان يمشي ذات يوم في طريق فناداه الجبار يا موسى فالتفت يمينا وشمالا فلم يرى أحدا ثم ناداه الثانية يا موسى بن عمران فالتفت يمينا وشمالا فلم يرى أحدا فارتعدت فرائصه ثم نودية الثالثة يا موسى بن عمران إني أنا الله لا إله إلا أنا فقال لبيك وخر لله ساجدا فقال ارفع رأسك يا موسى بن عمران فرفع رأسه فقال يا موسى إني أحببت أن تسكن في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي يا موسى فكل اليتيم كالأب الرحيم وكل الأرملة كالزوج العطوف يا موسى ارحم ترحم يا موسى كما تدين تدان يا موسى نبئ بني إسرائيل إنه من لقيني وهو جاحد لمحمد أدخلته النار ولو كان خليلي إبراهيم وموسى كليمي فقال إلهي ومن أحمد فقال يا موسى وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم منه كتبت اسمه مع اسمي في العرش قبل أن أخلق السماوات والأرض والشمس والقمر بألفي ألف سنة وعزتي وجلالي إن الجنة لمحرمة على جميع خلقي حتى يدخلها محمد وأمته قال موسى ومن أمة أحمد قال أمته الحمادون يحمدون صعودا وهبوطا وعلى كل حال يشدون أوساطهم ويطهرون أطرافهم صائمون بالنهار رهبان بالليل أقبل منهم اليسير وأدخلهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله قال إله اجعلني نبي تلك الأمة قال نبيها منهم قال اجعلني من أمة ذلك النبي قال استقدمت واستأخروا يا موسى ولكن يا موسى سأجمع بينك وبينه في دار الجلال حديث موضوع عاشرا روي أنه لحق بني إسرائيل قحط على عهد النبي موسى عليه السلام فاجتمع الناس إليه فقالوا يا كليم الله ادعو لنا الله أن يسقينا الغيث فقام معهم وخرجوا إلى الصحراء وهم سبعون ألفا أو يزيدون فقال موسى عليه السلام إلهي أسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك وارحمنا بالأطفال الردع والبهائم الرتع والشيوخ الركع فما زادت السماء إلا تقشعا والشمس إلا حرارة فتعجب النبي موسى عليه السلام وسأل ربه عن ذلك فأوحى الله إليه إن فيكم عبدا يبارزني بالمعاصي منذ أربعين سنة فنادي في الناس حتى يخرج من بين أظهركم فبهي منعتكم فقال موسى إلهي وسيدي أنا عبد ضعيف وصوتي ضعيف فأين يبلغ وهم سبعون ألفا أو يزيدون فأوحى الله إليه منك النداء ومن البلاغ فقاب النبي موسى مناديا يا أيها العبد العاصي الذي يبارز الله بالمعاصي منذ أربعين سنة أخرج من بين أظهرنا فبك منعنا المطر فنظر العبد العاصي ذات اليمين وذات الشمال فلم يرى أحدا خرج منهم فعلم أنه المطلوب فقال في نفسه إن أنا خرجت من بين هذا الخلق فضحت نفسي وإن قعدت معهم منعوا لأجلي فأدخل رأسه في ثيابه نادما على فعاله وقال إلهي وسيدي عصيتك أربعين سنة وأمهلتني وقد أتيتك طائعا فاقبلني فلم يستتم كلامه حتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت كأفواه القرب فقال موسى إلهي وسيدي بماذا سقيتنا وما خرج من بين أظهرنا أحد فقال الله يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم فقال موسى إلهي أرني هذا العبد الطائع فقال الله يا موسى لم أفضحه وهو يعصيني أفضحه وهو يطيعني لا يصح من وضع القصاص الحاذ عشر مر موسى عليه السلام برجل وهو يضطرب فقام يدعو الله له أن يعافيه فقيل له يا موسى إنه ليس الذي يصيبه خبط من الشيطان ولكنه جوع نفسه فيه فهو الذي ترى أني لأنظر إليه كل يوم مرات أتعجب من طاعته لي فمره فليدعو لك فإن له عندي كل يوم دعوة حذيث منكر الثاني عشر إن الله عز وجل ناجى موسى بمائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل وكان فيما ناجاه ربه أن قال يا موسى إنه لم يتصنع للمتصنعون بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمته عليهم ولم يتعبد إلي المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي قال موسى يا رب البرية كلها ويا مالك يوم الدين ويا دلجلال والإكرام ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم قال أما الزهد في الدنيا فإني أبحتهم جنتي يتبوؤون منها حيث شاء وأما الورعون عما حرمت عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبقى عبد إلا ناقشته وفتشته إلا الورعون فإني أستحييهم وأجلهم وأكرمهم فأدخلهم الجنة بغير حساب وأما البكاءون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه حديث لا يصح الثالث عشر جاء صبي يسأل السيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أن يغنيه الله فسأله موسى هل تريد أن يغنيك الله في أول ثلاثين عاما من عمرك أم في الثلاثين عام الأخيرة فاحتار الصبي وأخذ يفكر ويفاضل بين الاختيارين ثم استقر اختياره على أن يكون الغنى في أول ثلاثين عام من عمره وكان سبب اختياره أنه أراد أن يسعد بالمال في شبابه كما أنه لا يضمن أن يعيش إلى الستين من العمر ولكنه نسي ما تحمله الشيخوخة من ضعف وهزال ومرض ودعا موسى ربه فاستجاب على أن يغنيه في أول ثلاثين عام من عمره واغتنى الصبي وأصبح فاحش الثراء وصب الله عليه الرزق الوفير وصار الصبي رجلا وكان يفتح أبواب الرزق لغيره من الناس فكان يساعد الناس ليس فقط بالمال بل كان يساعدهم في إنشاء تجارتهم وصناعاتهم وزراعاتهم ويزوج غير القادرين ويعطي الأيتام والمحتاجين وتمر الثلاثون عاما الأولى وتبدأ الثلاثون عاما الأخيرة وينتظر موسى الأحداث وتمر الأعوام والحال هو الحال ولم تتغير أحوال الرجل بل ازداد غنا على غناه فاتجه موسى إلى الله يسأله بأن الأعوام الثلاثين الأولى قد انقضت فأجابه الله تعالى وجدت عبدي يفتح أبواب رزقي لعبادي فاستحييت أن أقفل باب رزقي إليه حديث موضوع الرابع عشر قول موسى عليه السلام إلهي هل أكرمت أحدا مثل ما أكرمتني حيث أسمعتني كلامك قال الله تعالى يا موسى إن لي عبادا أخرجهم في آخر الزمان فأكرمهم بشهر رمضان وأنا أكون أقرب إليهم منك فإني كلمتك وبيني وبينك سبعون ألف حجاب فإذا صامت أمة محمد وبيضت شفاههم واصفرت ألوانهم أرفع تلك الحجب وقت الإفطار يا موسى طوبى لمن عطش كبده وجاع بطنه في رمضان فلا أجازيهم دون لقائي حديث منكر الخامس عشر بكى شعيب من حب الله تعالى حتى عمي فرضى الله عليه بصرة فأوحى إليه يا شعيب ما هذا البكاء أشواقا إلى الجنة أم خوفا من النار قال إلهي وسيدي أنت تعلم ما أبكي شوقا إلى جنتك ولا خوفا من النار ولكن اعتقدت حبك بقلبي فإذا نظرت إليك فما أبالي ما الذي يصنع بي فأوحى الله إليه يا شعيب إن يك ذلك حقا فهنيئا لك لقائي يا شعيب لذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي حديث منكر لا أصل له السادس عشر ذكر ابن كثير في التفسير والرازي وفي تفسيره والبغوي وغيرهم أن موسى وهو صغير لطم فرعون وشد لحيته فهم بقتله فقالت له آسية إنه صبي لا يعقل وعلامته أن تقرب منه التمرة والجمرة فقربت إليه تمرة وجمرة فأخذ الجمرة جاءت هذه القصة في معرض تفسير الآية الكريمة وحل العقدة من لساني صورة طاها وقصة التمرة والجمرة من نسج الخيال لا تصح وأما تفسير الآية الكريمة أن هارون عليه السلام كان أكثر فصاحة من موسى عليه السلام فالأمر يتعلق بالفصاحة والمقدرة على الإقناع ولا يتعلق بعدم قدرة موسى عليه السلام على نطق بعض الحروف متأثرا بجمرة وضعها على لسانه وهو صغير السابع عشر قصص كثيرة وتفسيرات عجيبة لا تليقوا بنبي الله موسى عليه السلام أمثلة ذكر بعض المفسرين تفسير آية واخلع نعليك أن نعلي موسى عليه السلام مصنوعة من جلد حمار ميت ذكر البغوي والزمخشري وغيرهما إسرائيليات تتعلق بالآية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين سورة الأعراف فقد نقلوا كلاما لا يليق بنبي الله موسى عليه السلام والملائكة الكرام ومن ذلك أن الله تعالى أرسل الملائكة ليخيف موسى عليه السلام فنزلت عليه ملائكة السماء الأولى فالثانية فالثالثة حتى السابعة وكل فوج معهم أصناف من العذاب والأمور العظيمة كالبرق والنار وغيرها حتى قال بعضهم أن موسى عليه السلام مات من هول ما رأى ثم ركلته الملائكة وهو ميت قبل أن يحييه الله تعالى ويرجع إلى قومه وفي هذا يقول الدكتور محمد أبو شهبة ذكر البغوي في بعض الكتب إن ملائكة السماوات أتوا موسى وهو مغشي عليه فجعلوا يركلونه بأرجلهم ويقولون يبنى النساء الحيد أطمعت في رؤية رب العزة وذكر مثل هذا الزمخشري في تفسيره الكشاف وقد نقلها لأنها تساعد على إثبات مذهبه الفاسد وجماعته وهو استحالة رؤية الله في الدنيا والآخرة إن الحديث عن الإسرائيليات التي دخلت كتب التفسير يطول ويحتاج صفحات كثيرة ذكرت بعضها على سبيل المثال والاختصار هذه المعلومات والقصص ذكرت في كتب التاريخ والتفسير وقليل من المفسرين ما ترفع عن ذكرها وحديثا يرددها القصاص الدعاة ومقدموء البرامج على الفضائيات حتى ظن كثير من الناس أنها حدثت بالفعل وعموما فإن ضابط هذه المسألة هو عرض المعلومة أو القصة على القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة فإن ثبتت صحتها فلا نملك إلا التسليم بها وإن لم يكن لها أصل ووجود في القرآن الكريم والسنة النبوية نردها ولا نلتفت إليها ونكتفي بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية ففيما ورد غنا للمسلم الباحث عن العبرة والفائدة نذع كل هذا ونركز على نقاط مهمة يجب الإشارة إليها لأنها فهمت بشكل خاطئ وساهمت بعض كتب التفسير في ترسيخ ذلك الفهم الخاطئ ومن أبرز تلك النقاط أولا الرجل الصالح الذي التقى بموسى عليه السلام في مدين وزوجه إحدى ابنتيه ليس شعيبا عليه السلام ولا أجد سببا مقنعا جعل كثيرا من المفسرين يجزمون أن الرجل الصالح هو شعيب عليه السلام وهذه المعلومة تخالف ما جاء في القرآن الكريم حيث تخبرنا الآيات الكريمة أن شعيبا كان له أتباع من المؤمنين وهؤلاء لا يمكن أن يتركوه وهو كبير في السن ليدطر لإرسال ابنتيه لتسقياء الغنم دون أن يساعدهما أحد من المؤمنين أضف إلى ذلك أن مدين تعرضت لعداب الله تعالى ونجى شعيب ومن آمن معه من العذاب وفي القصة أن موسى عليه السلام لقي الرجل الصالح ومكث عنده ثمان أو عشر حجج ولم تذكر أي عذاب أصاب مدين وإذا كان الرجل الصالح طاعن في السن عند لقائه موسى عليه السلام فكيف يكون حاله بعد أن قضى موسى عليه السلام السنوات الثمانية المتفق عليها والحاصل أن الرجل الصالح ليس شعيبا عليه السلام ومن قال بذلك ليس لديه أي دليل سوى الظن واتباع الهواء ثانيا بعد أن قضى موسى عليه السلام الأجل وصار بأهله تارك المدين من أخبر المفسرين أن موسى عليه السلام الهارب من فرعون ووطشه سيعود إلى مصر التي لا تزال تحت سلطة ذلك الطاغية فهل يسير الرجل بأهل بيته إلى عدوه ليبطش به من أخبر المفسرين أن جبل الطور يقع في سيناء وأن موسى عليه السلام كلمه الله تعالى في سيناء أثناء رجوعه إلى مصر كل ما تقدم لا يصح منه شيء وإليك عزيز القارئ المعلومة الصحيحة التي تستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة بعد أن قضى موسى عليه السلام الأجل صار بأهله من مدينة إلى القدس وليس إلى مصر وهناك في القدس على جبل الطور كلمه الله جل في علاه وإليك الأدلة أولا لا يستقيم أن يفر الرجل من عدوه ثم يعود إليه بأهله ليفتك به والحقيقة أن موسى عليه السلام سافر من مدينة إلى أرض أجداده القدس وهناك كلمه ربه وأمره أن يذهب إلى فرعون فقبل الأمر الإلهي لم يفكر بالعودة إلى مصر والدليل أن موسى عليه السلام قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون سورة الشعراء قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون سورة القصص فهو خائف من العودة إلى مصر رغم الأمر الإلهي الصريح فكيف يدعي الكثيرون أن موسى عليه السلام سار بأهله من مدينة إلى مصر وفي صحراء سيناء كلم الله موسى عليه السلام فهذا مخالف للنقل والعقل ثانيا جبل الطور هو جبل الزيتون في القدس وقد توهم كثير من الناس أن الجبل في شبه جزيرة سيناء حين قرأوا قوله تعالى وطور سينين سورة التين سينين هي أسماء سريانية بمعنى الحسن وكذلك الطور بمعنى الجبل وأما قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين سورة المؤمنون هنا سيناء بنفس معنى سينين وهو الحسن أي الجبل الحسن المثمر وهناك أكثر من جبل يسمى الطور منها جبل الطور في القدس جبل الزيتون وجبل الطور في نابلس جبل جرزيم أما شبه جزيرة سيناء فتسميتها حديثة وجبالها جرداء صخرية لا تنبت يقول الطبري في تفسير الآية وشجرة تخرج من طور سيناء يقول تعالى ذكره وأنشأنا لكم أيضا شجرة تخرج من طور سيناء وشجرة منصوبة عطفا على الجنات ويعني بها شجرة الزيتون وقوله تعالى تخرج من طور سيناء يقول تخرج من جبل ينبت الأشجار وأما قوله سيناء فإن القراء اختلفت في قراءته فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة سيناء بكسر السين وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة سيناء بفتح السين واختلف أهل التأويل في تأويله فقال بعضهم معناه المبارك كأن معنى الكلام عنده وشجرة تخرج من جبل المبارك ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن عمرو قال ثنى أبو عاصم قال ثنى عيسى وحدثني الحارث قال ثنى الحسن قال ثنى ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله طور سيناء قال المبارك حدثني محمد بن سعد قال ثنى أبي قال ثنى عمي قال ثنى أبي عن أبي عن ابن عباس قوله وشجرة تخرج من طور سيناء قال هو جبل بالشام مبارك وقال آخرون معناه حسن ذكر من قال ذلك حدثنا ابن عبد الأعلى قال ثنى ابن ثور عن معمر عن قتاده في قوله طور سيناء قال هو جبل حسن وقال آخرون هو اسم جبل معروف ذكر من قال ذلك حدثنا القاسم قال ثنى الحسين قال ثنى حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله من طور سيناء قال الجبل الذي نودي منه موسى صلى الله عليه وسلم حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله طور سيناء قال هو جبل الطور الذي بالشام جبل ببيت المقدس قال ممدود هو بين مصر وبين أيلة وقال آخرون معناه أنه جبل ذو شجر وقوله تنبت بالدهن اختلفت القراء في قراءة قوله تنبت فقرأته عامة قراء الأمصار تنبت بفتح التاء بمعنى تنبت هذه الشجرة بثمر الدهن والدهن الذي هو من ثمره الزيت كما حدثني علي قال ثنى عبد الله قال ثنى معاوية عن علي عن ابن عباس قوله تنبت بالدهن يقول هو بالزيت يوكل ويدهن به وقوله وصبغ للآكلين يقول تنبت بالدهن وبصبغ للآكلين يصطبغ بالزيت الذين يأكلونه كما حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وصبغ للآكلين قال هذا الزيتون صبغ للآكلين يأتدمون به ويصطبغون به قال أبو جعفر فالصبغ عطف على الدهن ثالثا قال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين أي شجرة تنبت من جبل عليه شجر الزيتون وأما الجبال في شبه جزيرة سيناء فهي صماء جرداء لا ينبت عليها أي نبات رابعا الارتباط الوثيق بين مكة والقدس فقوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين دلالة على القدس ثم يقول ربنا جل في علاه وهذا البلد الأمين فيقسم تعالى بالتين والزيتون وجبل الطور جبل الزيتون ثم يقسم بالبلد الأمين مكة المكرمة فما علاقة سيناء بالموضوع وأما من قال أن التين والزيتون كناية عن القدس وطور سينين إشارة إلى طور سيناء في مصر والبلد الأمين هو مكة المكرمة فهذا استدلال باطل فسبحانه وتعالى يقسم بالتين والزيتون على وجه الحقيقة لا الكناية وكذلك يقسم بالطور ومكة على وجه الحقيقة فلما جعلوا القسم بالتين والزيتون كناية عن الشام أما القسم بالطور والبلد الأمين أقروا بأنه على وجه الحقيقة وهو سبحانه وتعالى يقسم بذات الشيء في القرآن الكريم ومن قال أن القسم بالتين والزيتون كناية عن أرض الشام فقد تكلف إذن أقسم الله عز وجل بالتين والزيتون وبجبل الطور في القدس وبمكة المكرمة ودائما هناك ارتباط بين مكة والقدس ولا علاقة لشبه جزيرة سيناء بالآيات خامسا القداسة والبركة في القرآن الكريم مرتبطتان حصرا بالقدس وما جاورها والآيات كثيرة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة الإسراء وقال تعالى على لسان نبيه موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم سورة المائدة فالبركة ذكرت للقدس ولمكة أيضا ولكن القداسة كانت حصرا للقدس فلم تذكر القداسة لمكة فكيف يذكرها الناس وينسبونها لشبه جزيرة سيناء إن الوادي الذي ذكر في سورة طه إنك بالوادي المقدس طوى سورة طه هو الوادي الذي يفصل بين جبل الطور والمسجد الأقصى وقال تعالى فلما 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 أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين سورة القصص فالمنطقة كلها مقدسة مباركة مثمرة مليئة بالأشجار أما الجبال الجرداء في صحراء سيناء فهي كغيرها من بقاع الأرض ليست مقدسة سادسا في صحيح مسلم ينزل المسيح ويقتل الدجال قرب القدس عند مشارف مدينة اللد ثم يوحي له الله تعالى أن يحرز بالمؤمنين إلى جبل الطور وفي رواية جبل الخمر ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس والخمر في اللسان العربي بمعنى السثر ومنه أخذ اسم الخمار غطاء الرأس والوجه ويقال رجل مخمور أي ستر عقله امرأة ذات خمار مستورة وجبل الخمر جبل مستور مغطى بالشجر المثمر فالجبل الذي يحرز إليه عيسى عليه الصلاة والسلام العباد هو جبل خمر أي مستور مشجر أما الذي في سيناء مصر فهو أجرد لا ترعى فيه العقارب والحيات صورة لجبال في شبه جزيرة سيناء حيث يعتقد الكثيرون أن الجبل الأجرد في الصورة هو جبل الطور الذي كلم الله تعالى نبيه موسى عليه السلام فأين الحسن والثمر صورة لمسجد قبة الصخرة من جبل الطور جبل الزيتون ويفصل بينهما واد قال تعالى إنك بالواد المقدس طوى وقال تعالى فلما أتاها نوذي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يونس عليه السلام يونس عليه السلام من الأنبياء المرسلين الذين ذكروا في القرآن الكريم حيث تذكر الآيات الكريمة قصة خروجه مغاضبا وركوبه البحر وغرقه ثم مكوثه في بطن الحوت ثم نجاته وعودته إلى قومه الذين آمنوا وكان عددهم مئة ألف أو يزيدون وكغيرها من القصص وكغيرها من القصص دخلت الكثير من المعلومات التي لا تصح عليها مصدرها من أهل الكتاب والقصاص ومن تلك المعلومات أن نبي الله يونس عليه السلام عاش في نينوى شمال العراق وهذا لم يثبت في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية وأما قصة الغلام عداس الذي قدم للنبي عليه السلام فاكهة في الطائف وذكر أنه من نينوى وقول النبي عليه الصلاة والسلام قرية نبي الله يونس فهذه القصة لا تصح رواها محمد إبل إسحاق دون سند أي حديث مرسل وحكم عليها الألباني رحمه الله بالضعف حيث يقول وقصته مع عداس النصراني وانكباب عداس عليه صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه وذكر مصدرا لها طبقات ابن سعد وتهديب السيرة لابن هشام قلت أما الطبقات فلم يذكر من القصة كلها إلا أحرفا يسيرة ومع ذلك فهو عنده من قول محمد ابن عمر بغير إسناد وغالب الظن أن الدكتور لا يعلم أن ابن عمر هذا هو الواقدي المتروك كما يأتي وأما تهديب السيرة فقد ذكره من طريق ابن إسحاق بإسناد له مرسل إلا الدعاء فلم يسق له سندا فقد قال فلما طمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما ذكر لي اللهم إلى آخره وقد أخرج القصة باختصار وفيه الدعاء الطباراني بإسناده عن ابن إسحاق بسنده عن عبد الله بن جعفر وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه ولذلك ضعفت الحديث في تخريج الفقه الصفحة 132 والدكتور على علم بذلك فلا هو يستفيد من مثل هذا التحقيق هناك ولا هو يأتي بما ينافيه لينظر فيه وإنما يكتفي بمجرد العزو للمصدرين الصابقين وهو يعلم أن فيهما ما لا يصح ثم هو يزعم أنه اعتمد على ما صح فيهما والشاهد في المسألة أن القصة التي يستدل بها بعض الباحثين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يونس ابن متاء وأنه يعيش في نينوى لا تصح ولم يثبت اسم المكان الذي عاش فيه يونس عليه السلام وما ترسخ من معلومات في أذهان كثير من المسلمين أن يونس عليه السلام كان يعيش في نينوى ما هي إلا من الإسرائيليات التي تسللت إلى التراث الإسلامي يرى الدكتور بسام جرار أن يونس عليه السلام كان يعيش في اليونان وصاق أدلة على كلامه منها أن يونس عليه السلام اسمه يونان في التوراة وأن البحر في بلاد اليونان اسمه بحر يونيوس والذي أراه أن كلام الدكتور بسام جرار بحاجة إلى أدلة تدعم وجهة نظره وكل ما قاله هو اجتهاد ووجهة نظر بحاجة إلى أدلة مبنية على أسس ثابتة ويبقى مكان بعثة يونس عليه السلام مجهولا وكل ما قيل عن مكان بعثته من الإسرائيليات والضن والتخمين سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل وقد آتاه الله ملكا لم يناله بشر وأيده بآيات كثيرة وصخر له الجن والحيوان والريح تجري بأمره وهذا ثابت في القرآن الكريم وطبعا دخلت كثير من القصص الأسطورية والمعلومات التي لا تصح على قصة سليمان عليه السلام ومن أبرزها أولا ذكر أن وزيرا جليل القدر كان عند داود عليه السلام فلما مات داود صار وزيرا عند سليمان ابن داود فكان سليمان عليه السلام يوما جالسا في مجلسه في الضحى وعنده هذا الوزير فدخل عليه رجل فسلم عليه وجعل هذا الرجل يحادث سليمان ويحد النظر إلى هذا الوزير ففزع الوزير منه فلما خرج الرجل قام الوزير وسأل سليمان وقال يا نبي الله من هذا الرجل الذي خرج من عندك قد أفزعني منظره فقال سليمان هذا ملك الموت يتصور بصورة رجل ويدخل علي ففزع الوزير وبكى وقال يا نبي الله أسألك بالله أن تأمر الريح فتحملني إلى أبعد مكان إلى الهند فأمر سليمان الريح فحملته فلما كان من الغد دخل ملك الموت على سليمان يسلم عليه كما كان يفعل فقال له سليمان قد أفزعت صاحبي بالأمس فلماذا كنت تحد النظر إليه فقال ملك الموت يا نبي الله إني دخلت عليك في الضحى وقد أمرني الله أن أقبض روحه بعد الظهر في الهند فعجبت أنه عندك قال سليمان فماذا فعلت فقال ملك البوت ذهبت إلى المكان الذي أمرني بقبض روحه فيه فوجدته ينتظرني فقبضت روحه هذه القصة ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف والثعلبي في تفسيره وأحمد في الزهد وابن بطة في الإبانة والأصبهاني في العظبة وابن هبة الله في تاريخ دمشق وأبو نعيم في الحلية ولكن أسانيدهم لم تتعدى شهر ابن حوشب وهو تابعي ومن المعلوم عند أهل المصطلح أن ما أسند إلى التابعي ووقف عليه يعتبر مقطوعا وهو من أقسام الضعيف فالقصة غير منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولعلها من الإسرائيليات هذا مع أن شهرا هذا متكلم فيه عند أهل الحديث تانيا خاتم سليمان عليه السلام نسجت حوله العديد من الأساطير من أشهرها في يوم من الأيام خلع النبي سليمان خاتمه من يده وطلب من زوجته أن تحفظه حتى يدخل الخلاء ليقضي حاجته فأتى لها الشيطان بصورة سليمان وطلب منها الخاتم فأعطته إياه وعندما خرج سليمان من الخلاء طلب استرداد الخاتم من زوجته فوقع في نفسها أن الشيطان يريد أن يخدعها حيث إنها اعتقدت أنها أعطته بالفعل لسليمان وهكذا تم طرده من البلاد فعمل صيادا ثم أراد الله أن يفقد الشيطان هذه الخاتم فوقع في الماء وابتلعته سمكة وبينما كان سليمان ذات يوم يصطاد إذ استاد سمكة ففتح بطنها لينظفها ويأكلها فوجد الخاتم فلبسه وذهب وطرد الشيطان من قصره وعاد له ملكه وقد بيّن العلماء بطلان هذه القصة قال ابن كثير في تفسيره في الجزء السابع الصفحة 69 إسناده إلى ابن عباس قوي ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه من أهل الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام فالظاهر أنهم يكذبون عليه انتهى وقال النسفي في تفسيره وأما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان عليه السلام فمن أباطيل اليهود انتهى وقال الزمخشري في الكشاف بعد أن ذكر قصة الخاتم ولقد أبى العلماء المتقنون قبوله وقالوا هذا من أباطيل اليهود انتهى وقال القرطبي في تفسيره لصورة صاد وقد ضعف هذا القول من حيث إن الشيطان لا يتصور بصورة الأنبياء ثم من المحال أن يتلبس على أهل مملكة سليمان الشيطان بسليمان حتى يظن أنهم مع نبيهم في حق وهم مع الشيطان في باطل انتهى إذن ما تفسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب يقول الدكتور محمد أبو شهبة والصحيح المتعين في تفسير الفتنة هو ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال سليمان ابن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله ثم أردف وخير ما يفسر به كلام الله ما صح من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثالثا قصة ملكة سبع اشتهر اسمها في التاريخ ببلقيس وهذا ما لا دليل عليه ونسجت حولها قصص كثيرة ولا يصح منها إلا ما ورد في القرآن الكريم أما التفسيرات الغريبة للآيات القرآنية فهي تعتمد على ما تم نسجه فمثلا قوله تعالى قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجه وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قال بعض المفسرين وذلك أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا لها قصرا عظيما من قوارير أي من زجاج وأجرى تحته الماء فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه واختلفوا في السبب الذي دعا سليمان عليه السلام إلى اتخاذه فقيل إنه لما عزم على تزويجها واصطفائها لنفسه ذكر له جمالها وحسنها ولكن في ساقيها هلب عظيم ومؤخر أقدامها كمؤخر الدابة فساءه ذلك فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا هذا قول محمد ابن كعب القراضي وغيره فلما دخلت وكشفت عن ساقيها رأى أحسن الناس وأحسنه قدما ولكن رأى على رجليها شعرا لأنها ملكة ليس لها بعل فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها الموسى فقالت لا أستطيع ذلك وكره سليمان ذلك وقال للجن اصنعوا شيئا غير الموسى يذهب به هذا الشعر فصنعوا له النورة وكان أول من اتخذت له النورة ذكر هذه القصة كثير من المفسرين كالطبري وابن كثير وغيرهما والحقيقة أن الأسطورة أو الكذبة إما أن تكون من نسج الخيال كأسطورة خاتم سليمان أو تكون مبنية على فهم غير منضبط لآية كريمة يتم تحريف معناها وتفسيرها كما حدث مع قصة ملكة سبأ وكشفها ساقيها الآيات الكريمة ووهبنا لذاود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق صورة صاد وقد اختلف أهل العلم بالتفسير في تفسير قوله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق هل المراد بذلك أنه ضرب رقابها وأعقب سوقها بالسيف لما شغلته عن ذكر ربه كما هو المشهور في تفسير الآية عن أهل العلم أو المراد أنه مسحها بيده حبا لها قال القرطبي في تفسيره في معناه قولان أحدهما أنه أقبل يمسح سوقها وأعناقها بيده إكراما منه لها وليري أن الجليل لا يقبح أن يفعل مثل هذا بخيله وقال قائل هذا القول كيف يقتلها وفي ذلك إفساد المال ومعاقبة من لا ذنب له وقيل المسحها هنا هو القطع أذن له في قتلها يذكر القرطبي رحمه الله اختلاف العلماء في ذلك فالطبري ذهب إلى القول بأنه مسحها بيده وأما ابن كثير رحمه الله في تفسيره والشوكاني رحمه الله في الفتح القدير وابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين والسعدي رحمه الله وأكثر المفسرين على هذا القول فالأمر فيه خلاف وأرى أن فريق العلماء الذين قالوا بأنه مسح عليهم بيده هم على صواب لأنهم لم يتكلفوا في بيان معنى المسح الذي يفيد التودد والتحبب إلى الفرس بالمسح على رقبته وأخيرا نذكر بأن قصص الأنبياء الكرام وردت في القرآن الكريم وذكرت السنة النبوية جانبا من قصص الأنبياء الكرام عليهم السلام ومن القصص الصحيحة التي ذكرت في السيرة النبوية عن سليمان عليه السلام ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الدئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان ابن داود عليهم السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى رواه البخاري ومسلم أيوب عليه السلام أيوب عليه السلام من الأنبياء الذين ولد ذكرهم في القرآن الكريم ومحور قصته عليه السلام في الصبر على الإبتلاء حيث مرض وطال به المرض والضعف ثم دعا ربه فاستجاب له قال تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب سورة الأنبياء إن الإبتلاء الذي أصاب أيوب عليه السلام وصبره عليه ثابت في آيات القرآن الكريم ولكن كعادة اليهود ومن تبعهم من القصاص والإخباريين أضافوا معلومات لا تصح وقصصا أسطورية على قصة أيوب عليه السلام منها قصة تسلط الشياطين على أيوب عليه السلام وقتل أولاده وتدمير ممتلكاته وإفساد جسده الشريف بشتى أنواع الأمراض والأسقام وللأسف فقد تسللت تلك الأكاذيب إلى كثير من كتب التفسير فنجد الصيوطي رحمه الله يقول وأخرج أحمد في الزهد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشيطان عرج إلى السماء قال يا رب صلطني على أيوب عليه السلام قال الله قد صلتك على ماله وولده ولم أصلتك على جسده فنزل فجمع جنوده فقال لهم قد صلت على أيوب عليه السلام فأروني سلطانكم فصاروا نيرانا ثم صاروا ماءا فبينما هم بالمشرق إذا هم بالمغرب وبينما هم بالمغرب إذا هم بالمشرق فأرسل طائفة منهم إلى زرعه وطائفة إلى أهله وطائفة إلى بقره وطائفة إلى غنمه إلى آخره فذهب بها وتفرد هو ببنيه جمعهم في بيت أكبرهم فبينما هم يأكلون ويشربون إذ هبت ريح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام فقال يا أيوب ألم تر إلى ربك جمع بينك في بيت أكبرهم فبينما هم يأكلون ويشربون إذ هبت ريح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم فقال له أيوب أنت الشيطان ثم قال له أنا اليوم كيوم ولدتني أمي فقام فحلق رأسه وقام يصلي فرن إبليس رنة سمع بها أهل السماء وأهل الأرض ثم خرج إلى السماء فقال أي رب إنه قد اعتصم فصلتني عليه فإني لا أستطيعه إلا بسلطانك قال قد صلتك على جسده ولم أصلتك على قلبه فنزل فنفخ تحت قدمه نفخة قرح ما بين قدميه إلى قرنه فصار قرحة واحدة وألقي على الرماد حتى بدى حجاب قلبه فكانت امرأته تسعى إليه حتى قالت له أما ترى يا أيوب ما نزل بي والله من الجهد والفاق ما إن بعت قروني برغيف فأطعمك فأدعو الله أن يشفيك ويريحك قال ويحكي كنا في النعيم سبعين عاما فاصبري حتى نكون في الضر سبعين عاما فكان في البلاء سبع سنين ودعا فجاء جبريل عليه السلام يوما فأخذ بيده ثم قال قم فقام فنحاه عن مكانه وقال أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فركض برجله فنبعت عين فقال اغتسل فاغتسل منها ثم جاء أيضا فقال أركض برجلك فنبعت عين أخرى فقال له اشرب منها وهو قوله أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وألبسه الله تعالى حلة من الجنة فتنحى أيوب فجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت يا عبد الله أين المبتلى الذي كان هاهنا لعل الكلاب ذهبت به والذئاب وجعلت تكلمه ساعة فقال ويحكي أنا أيوب قد رد الله علي جسدي ورد الله عليه ماله وولده عيانا لقوله تعالى ومثلهم معهم وأمطر عليهم جرادا من ذهب فجعل يأخذ الجراد بيده ثم يجعله في ثوبه وينشر كساءه فيجعل فيه فأوحى الله إليه يا أيوب أما شبعت قال يا ربي من ذا الذي يشبع من فضلك ورحمتك وذكر ابن كثير رحمه الله أن أيوب عليه السلام أصابه الجدام في جسده ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه إلى آخره يقول الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه والذي يجب أن نعتقده أنه عليه السلام ابتلي ولكن بلاءه لم يصل إلى حد هذه الأكاديب من أنه أصيب بالجدام وأنه ألقي على كناسة بني إسرائيل فهو عليه السلام أكرم على الله تعالى من أن يلقى على مزبله وأن يصاب بمرض ينفر الناس من دعوته وتقززهم من دعوته وأي فائدة تحصل من الرسالة وهو على هذه الحال المزرية التي لا يرضاها الله تعالى لأنبيائه ورسله ثم أين قومه وأهله وأتباعه المؤمنون الذين تخلوا عنه حتى اضطرت زوجته لتبيع ضفيرتها في سبيل إضعامه الحق أن نسج القصة مهلهل لا يثبت أمام النقد ولا يؤيده عقل سليم ولا نقل صحيح وأن ما أصيب به من المرض من النوع غير المنفر والمقزز ولا يظهر أثره على البشرة كالروماتيزم وأمراض المفاصل والعظام ونحوها ثم يورد قول الإمام ابن العربي في تفنيد ما ورد من أباطيل في قصة أيوب عليه السلام حيث يقول ولم يصح في أيوب عليه السلام من أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين الأولى في قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الدر وأنت أرحم الراحمين والثانية أني مسني الشيطان بنصب وعذاب وأما الدكتور محمد حسين الذهبي فذكر في كتابه هذه القصة ويبين أنها باطلة ثم يذكر قول الألوسي رحمه الله في تفسيره ولعلك تختار القول بحفظهم الأنبياء عليهم السلام مما تعافه النفوس ويؤدي إلى الاستقدار والنفرة كما يشعر به ما نقل عن قتاده ونقله القصاص في كتبهم وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فنادى ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركتك وإذا لم يصح فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرنا فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره أم على أي لسان سمعه ومما تقدم نعلم أن معظم المعلومات التي تتعلق بسبب وتفاصيل ابتلاء أيوب عليه السلام كلها من الإسرائيليات ومن نسج خيال القصاص وقد يقول قائل لماذا قال أيوب عليه السلام أني مسني الشيطان بنصب وعذاب لماذا نسب ما أصابه من بلاء إلى الشيطان الجواب على ذلك بسيط فالأنبياء يتأدبون في جميع أحوالهم فيوسف عليه السلام قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي سورة يوسف وأيوب عليه السلام يشتكي إلى الله عز وجل من وسوسة الشيطان وتثبيطه لعزيمته وثنيه على عدم الصبر ولا يوجد أي دليل أو إشارة في هذه الآية الكريمة إلى أن الشيطان هو من تسلط على مال وأهل أيوب عليه السلام وأما قوله تعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم فلا تفيد هذه الآية أن أولاده عليه السلام قد ماتوا بتسلط الشياطين عليهم أو أنه فقد أمواله وأولاده ولا تفيد أن الله تعالى وهو القدير القادر على كل شيء قد أحيى أولاد أيوب عليه السلام بل ظاهرها أن ابتلاء أيوب عليه السلام وصبره عليه ثابت في صريح آيات القرآن الكريم وكذلك مرضه كان جزءا من ذلك الإبتلاء ولكن تفاصيله لا يمكننا أن نعرفها فلم تذكر معلومات مفصلة عن ابتلاء أيوب عليه السلام في القرآن الكريم والسنة النبوية وما ذكر لا يبنى عليه أي شيء يتعلق بهذا الموضوع وأما ذكره في القرآن الكريم فقد كان لهدف كبير هام وهو تسلية قلب النبي عليه الصلاة والسلام بذكر أنبياء أصابهم البلاء فصبروا ودعوا ربهم فاستجاب لهم وخلاصة القول إن أكثر ما قيل عن تسلط الشيطان على نبي من أنبياء الله ومرضه ونفور الناس منه كل هذا من أكاديب اليهود تبعهم القصاص والإخباريون ولا يوجد أي دليل من القرآن والسنة على صحة تلك المعلومات ولكن اليهود كعادتهم وقحون مع أنبياء الله ورسله وأما القصاص فهم يعشقون كل خرافة مولعون بالتبهير والكذب حتى على أنبياء الله تعالى فالنقل بريء من تلك المعلومات وكذلك العقل فلا يمكن أن يتسلط شيطان على إنسان صالح يحافظ على أوراده وصلاته فكيف يسلط شيطان على نبي معصوم وكيف يهان نبي ويحتقر حتى يلقى عند مزبله لتأكل الديدان جسده الشريف والثابت أن دود الأرض لا يأكل أجساد الأنبياء بعد وفاتهم فكيف بأجسادهم وهم أحياء ولكن اليهود أكذب خلق الله وأوقحهم نالوا من أنبياء الله تعالى قتلوا كثيرا منهم وكذبوا كثيرا ولم يسلم من كذبهم ووقاحتهم أي نبي لذلك يجب على كتب التراث الإسلامي بشكل عام أن تترفع عن ذكر أكاذيب اليهود ومن تبعهم من القصاص الكذبة الذين لا هم لهم إلا نقل الأكاذيب والزيادة عليها ليخرجوا للناس قصص أسطورية يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج إسمان ذكرا في القرآن الكريم وبعد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فأما آيات القرآن الكريم قال تعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطراء فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباء سورة الكهف وفي سورة الأنبياء ورد ذكرهم في آية واحدة قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون سورة الأنبياء وأما ما صح من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حول يأجوج ومأجوج فهي قليلة أمام أحاديث كثيرة لا تصح وهناك خلاف على صحة أحاديث معينة وخلاف على تفسير قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وخلافا على تفسير ما صح من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كحديث دخل على أم المؤمنين زينب بنت جحش فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هاده وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث إن المعلومات الواردة في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية تفيد أن يأجوج ومأجوج أمتان مفسدتان في الأرض كما ورد في قصة ذي القرنين في آيات سورة الكهف وأن عددهم كثير في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا إلى آخر الحديث ومن المعلومات الثابتة أن المسلمين يقاتلون يأجوج ومأجوج في فترة من الفترات قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الطرك صغار الأعين حمروا الوجوه دلفوا الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم إنكم تقولون لا عدو وإنكم لن تزالوا تقاتلون حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراد الوجوه صغار العيون صهب الشعاف ومن كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة إن الأوصاف المذكورة في الحديث الأول للترك المغول والتتار فهم جزء من أمة الترك هي نفس الأوصاف التي وصف بها قوم يأجوج ومأجوج في الحديث الثاني وهذه إشارة واضحة أنهم جزء من أمة الترك وأن القتال بينهم وبين المسلمين أمر ثابت ولكن الخلاف بكيف ومتى والخلاف كذلك في تحديد من هم هل هم من نسل آدم وهو رأي الجمهور أم هم ليسوا من البشر وقد ذهب بعض العلماء أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني آدم عليه السلام ذكر هذا القول ابن كثير رحمه الله قال حكى النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم قال أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من حواء انتهى كلام النووي ويعقب ابن كثير فيقول وهذا قول غريب جدا ثم لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل ولا يجوز الاعتمادها هنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة والله أعلم ويقول القرطبي رحمه الله في هذا القول وهذا القول كان قد أثاره كعب الأحبار حيث كان يقول احتلم آدم عليه السلام فاختلط ماءه بالتراب فأسف فخلقوا من ذلك الماء فهم متصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأم وهذا فيه نظر لأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا يحتلمون وإنما هم من ولد يافث وكذلك قال مقاتل وغيره وعليه فإن هذه المعلومة لا تعد أن تكون من الإسرائيليات التي جاءت عن طريق كعب الأحبار ووجدت طريقا لها في بعض كتب التفسير والأساطير حول يأجوج ومأجوج كثيرة تصف أشكالهم وأحجابهم معظمها نقل إلى التراث الإسلامي عن طريق كعب الأحبار الذي دس الكثير من أساطير اليهود في التراث الإسلامي بعضها رفع زورا وكذبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومثال ذلك ما رواه كعب قال خلق يأجوج ومأجوج ثلاثة أصناف صنف كالأرز وصنف أربعة أذرع طول وأربعة أذرع عرض وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى يأكلون مشائم نسائهم وروي عن ابن عباس وهو بريء من تلك الرواية إن يأجوج ومأجوج شبر وشبران وأطولهم ثلاثة أشبار وهم من ولد آدم وكذلك الرواية بعثني الله ليلة أسري بي إلى يأجوج ومأجوج فدعوتهم إلى دين الله فأبوا أن يجيبوني فهم في النار مع من عصى من ولد آدم وإبليس إن الحديث عن يأجوج ومأجوج يقودنا إلى عرض جانب من الخلاف الذي حدث بين العلماء حول مسألة حبسهم وخروجهم وهذا الخلاف حديث فجمهور العلماء لم يختلفوا في أمر يأجوج ومأجوج حتى جاء الطاهر بن عاشور بنظرة جديدة وتابعه عدد من العلماء والباحثين أبرزهم الدكتور بسام جرار نعرض كلام الفريقين دون تحيز إلى أي فريق ونترك الحكم للقارئ والنظر في أي الفريقين على صواب الفريق الأول يمثل هذا الفريق عموم المسلمين وتكاد الأمة تجتمع على هذا القول وهو أن ذي القرنين حبس يأجوج ومأجوج في جبل وهم يحفرون كل يوم وسيخرجون آخر الزمان فيهلكهم الله والحقيقة أن اتفاق المسلمين على هذه المعلومة ناتج عن سكوت العلماء عنها وعدم خوضهم فيها فلا نقول أن علماء الأمة اجتمعوا واتفقوا على هذه المسألة بل هي معلومة انتشرت وصدقها عوام المسلمين وسكت العلماء عنها ولم تثر بشكل جاد إلا حديثا الأدلة على قول الفريق الأول يستند أصحاب هذا القول إلى عدد من الأدلة أو بعبارة أخرى إلى فهمهم لآيات وأحاديث تشكل قاعدة بنوا عليها قولهم ومن أبرز تلك الآيات والأحاديث أولا قال تعالى على لسان ذي القرنين آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا سورة الكهف يرى جمهور العلماء أن الآيات في سورة الكهف تشير إلى حبس يأجوج ومأجوج وقد ربطوها بقوله تعالى في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حذب ينسلون سورة الأنبياء ثانيا حديث صحيح رواه الشيخان دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين زينب بنت جحش فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هاده وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وهذا الحديث صحيح متفق عليه وقد فسره الفريق الأول بأن الردم في الرؤيا هو السد الذي بناه ذو القرنين وأن في تلك الليلة فتحت فتحة في الردم ثالثا روى ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى واستتنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي اجفظ فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم وهذا الحديث يعتبر من أبرز الأدلة التي يبرزها الفريق الأول الذين يؤمنون أن يأجوج ومأجوج محبوسون في جبل وأنهم سيخرجون في آخر الزمان الفريق الثاني يمثله عدد محدود من العلماء والباحثين ولعل العلامة التونسي الطاهر بن عشور المتوفى سنة 1393 هجرية هو أول من طرح هذا الطرح وتابعه عدد من العلماء والباحثين أبرزهم الدكتور بسام جرار والدكتور حاكم المطيري والدكتور محمد الأنجري وغيرهم يرى أصحاب هذا القول أن ذي القرنين بنى سدا بين يأجوج ومأجوج والقوم المستضعفين قوما لا يكادون يفقهون قولا وهذا السد هو حائل يحول دون وصول يأجوج ومأجوج إلى أولئك الأقوام وذهب ابن عاشور إلى أن يأجوج ومأجوج هم المغول والتتار يقول والذي يجب اعتماده أن يأجوج ومأجوج هم المغول والتتر ويرى ابن عاشور أن السد هو حاجز بين المغول والتتار يأجوج ومأجوج وبين أقوام عاشوا مجاورين لهم فهو حائل بينهم وليس حبسا ويرى أن ما ساقه الفريق الأول لا يعتبر أدلة على أن يأجوج ومأجوج محبوسون وتفصيل ذلك أولا الآيات في صورة الكهف تتحدث عن حاجز أي سد بين يأجوج ومأجوج وبين القوم فظاهرها أن السد حاجز يحول وليس حبسا في جميع الاتجاهات فقوله تعالى فمصطاعوا أن يظهروه دلالة على أنه سد أي جدار ولكن يأجوج ومأجوج لم يستطيعوا تسلقه ومن قال بأن تفسير الآيات في صورة الكهف تشير إلى حبس يأجوج ومأجوج في جبل فقد تكلف وعارض صريح القرآن الكريم ثانيا الآية في صورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون لا علاقة لها بآيات صورة الكهف وهنا كلمة فتحت تشير إلى أمة مغلقة تفتح على الناس كحال الصينيين الذين عاشوا في عزلة طيلة تاريخهم ثم فتحت تلك الأمة على الناس فكلمة فتحت المختوم بتاء التأنيث الساكنة هي للأمة وليس للجدار أو السد المذكر ومثال ذلك قوله تعالى غلبت الروم أي غلبت أمة الروم ثالثا الحديث الذي رواه الشيخان ويل للعرب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج إلى آخره هو حديث صحيح ولكن تفسيره لا يدل على أن يأجوج ومأجوج محبوسون وأنهم يحفرون كل يوم فالكلام هنا عن رؤية منامية ويرى الفريق الثاني أن تفسير هذه الرؤية اقتراب الفتن التي ستهلك كثيرا من العرب فحصر الويل بالعرب دلالة على الفتن والقتال الذي كان زمن الصحابة الكرام ويرى بن عاشور أن ربط العرب بيأجوج ومأجوج متعلق بخروج المغول والتتار زمن جنكيز خان وإهلاكهم الحرث والنسل وقضائهم على الحضارة العربية التي كان لها وجود في وسط آسيا فكانت تلك البلاد ناطقة بالعربية يعيش فيها عدد كبير من العرب الذين استقروا فيها منذ العصر الأموي ولكن جيوش المغول والتتار لم تتسلط إلا على المسلمين في وسط آسيا وجلهم من العرب وكذلك على أهل العراق والشام أما الشعوب التي خضعت لهم كالصينيين فلم تتعرض للإبادة والحاصل أن الحديث صحيح لا ريب ولكن تفسيره حسب وجهة نظر الفريق الثاني تفسير مجازي يشير إلى اقتراب الفتن والقتال وخروج المغول والتتار وتسلطهم على العرب رابعا الحديث إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كاذوا يرون شعاع الشمس إلى آخره حديث مختلف في صحته فقد رواه ابن ماجة وأحمد وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة قال الشيخ مقبل الوادعي في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة رقم الحديث في الكتاب 456 بعد أن ذكر الحديث الحديث بسند الإمام أحمد رجاله رجال الصحيح ولكن إليك ما قاله الحافظ ابن كثير في الجزء الثالث الصفحة 105 قال رحمه الله وإسناده جيد قوي ولكن متنه في رفعه نكارة لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون غدا نفتحه فيأتون من الغد وقد عاد كما كان فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون كذلك فيصبحون وهو كما كان فيلحسونه ويقولون غدا نفتحه ويلهمون أن يقولون إن شاء الله فيصبحون وهو كما فارقوه فيفتحونه وهذا متجه ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب فإنه كان كثيرا ما كان يجالسه ويحدثه فحدث به أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه والله أعلم ويؤيد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه ومن نكارة هذا المرفوع إلى آخره ثم يعقب الشيخ الوادع فيقول وإسناده صحيح موقوف وهو الأرجح والحاصل أن الوادع رحمه الله يرى أن الحديث موقوف عند أبي هريرة ولا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مؤيدا قول ابن كثير رحمه الله وأما الدكتور حاكم لمطيري فله بحث بعنوان أثر فيه نظر دراسة نقدية حديثية تفسيرية لحديث إن يأجوجا يحفرون السد وهو منشور على موقعه على الشبكة وخلاصة ما جاء فيه أن الحديث لا يصح أولا مقطوع السند فهناك راويان للحديث لم يتلقيا وهما قتادة وأبو رافع فسلسلة السند مقطوعة ثانيا مختلف في رفعه أو وقفه اختلف المحدثون في رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام أو وقفه عند الصحابي الجليل راوي الحديث أبو هريرة سمعه من كعب الأحبار الذي روى كثيرا من الإسرائيليات ثالثا يخالف صريح القرآن الكريم الذي تحدث عن سد ليمنع وصول يأجوج ومأجوج ولم يتحدث أن ذي القرنين حبس يأجوج ومأجوج في جبل كبير رابعا يخالف أحاديث صحيحة لا خلاف على صحتها ومن بديهيات علم الحديث النبوي أن إذا تعارض حديث صحيح مع حديث أصح منه يقدم الحديث الأصح فكيف بحديث لا يصح وقد تعارض مع أحاديث صحيحة لا خلاف عليها وهذه الأحاديث هي ألف قال عليه الصلاة والسلام إنكم تقولون لا عدو وإنكم لن تزالوا تقاتلون حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاف ومن كل حذب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة رواه البخاري إذ هناك حرب وقتال بين المسلمين ويأجوج ومأجوج وقد كان زمن المماليك في عين جالوت وغيرها من المعارك التي انتصروا فيها على المغول في تلك الأيام كان انبعاثهم الصغير وفي آخر الزمان سيكون انبعاثهم الكبير كلامه يوافق كلام الطاهر بن عشور باء الحديث الشريف لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه دلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر قال القرطبي في تفسيره نعت النبي صلى الله عليه وسلم الترك كما نعت يأجوج ومأجوج والمغول جزء من أمة الترك ومقالة الدكتور حاكم المطير طويلة ومفصلة بين فيها أن هذا الحديث لا يصح ومن العلماء المعاصرين الذين جزموا أن هذا الحديث لا يصح الشيخ الدكتور خالد الحايق حفظه الله وقد سألته شخصيا عن هذا الحديث فأجاب ليس بصحيح وخلاصة القول في الحديث حسب رأي الفريق الثاني أنه لا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام للدكتور بسام جرار مقاطع مصورة فصل فيها في هذه المسألة ويرى أن مسألة حبس يأجوج ومأجوج لا تعدو كونها من الإسرائيليات وذكر ما كتبته آنفا من أدلة نقلتها من مختلف المصادر التي وثقت كلام الفريق الثاني خامسا يرى الفريق الثاني أن في الحديث الصحيح فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج إلى آخره دلالة قاطعة على عدم صحة الحديث الذي جاء فيه إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى واستتنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس إلى آخره فالحديث الصحيح فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج والحديث الآخر المختلف على صحته فيعيده الله أشد ما كان فالسؤال هل الفتحة لا تزال أم أنها أغلقت وإن كان الجواب أنها أغلقت فلم فزع النبي عليه الصلاة والسلام سادسا كما ذكر المطير وغيره فقد صحت أحاديث نبوية عن قتال بين المسلمين ويأجوج ومأجوج وحسب كلام الفريق الأول أن يأجوج ومأجوج محبوسون منذ زمن ذي القرنين ثم يخرجون إلى آخر الزمان فيهلكهم الله فأين القتال مع المسلمين والأدلة التي أوردها الفريق الثاني كثيرة ذكرت بعضها واكتفيت بذلك من باب الإختصار وتبقى المسألة خلافية كل فريق يرى أن أدلته هي الصحيحة والذي يهمنا هنا أن نبين أن موضوع يأجوج ومأجوج قد دخله كثير من المعلومات التي لا تصح ذكرت بعضها على سبيل المثال لذلك فمن الواجب أن نمحص تلك المعلومات ونطرح التي لا تستند إلى دليل من الكتاب والسنة أما فهم العلماء والباحثين للآيات والأحاديث المتعلقة بهذه المسألة واختلافهم في تصحيح بعض الأحاديث فهذا أمر طبيعي المهم أن يستند الرأي إلى دليل من الكتاب والسنة هاروت وماروت هاروت وماروت إسمان ذكرا في صورة البقرة قال تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لها روت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بدارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون سورة البقرة روى السيوطي والطبري وغيروهما روايات كثيرة لا تصح حولها روت وماروت كلها من الإسرائيليات ومن تبعهم من القصاص والإخباريين من أشهرها ما تم رفعه كذبا لابن عباس رضي الله عنهما لما وقع الناس من بعد آدم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله قالت الملائكة في السماء يا رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمور فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونهم فقيل إنهم في غيب فلم يعذروهم فقيل لهم اختاروا من أفضلكم ملكين آمرهما وأنهاهما فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني آدم وأمرهم الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئا ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام وعن الزنا والسرقة وشرب الخمر فلبثا في الأرض زمانا يحكمان بين الناس بالحق وذلك في زمن إدريس عليه السلام وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الظهرة في سائر الكواكب وإنهما أتيا عليها فخضعا لها في القول وأراداها على نفسها فأبت إلا أن يكون على أمرها وعلى دينها فسألاها عن دينها فأخرجت لهما صنما فقالت هذا أعبده فقال لا حاجة لنا في عبادة هذا فذهبا فعبر ما شاء الله ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها ففعلت مثل ذلك فذهبا ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبداء الصنم قالت لهما اختار أحد الخلال الثلاث إما أن تعبدا هذا الصنم وإما أن تقتلا هذه النفس وإما أن تشربا هذه الخمر فقالا كل هذا لا ينبغي وأهون هذا شرب الخمر فشربا الخمر فأخذت فيهما فواقعا المرأة فخشيا أن يخبر الإنسان عنهما فقتلاه فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماء فلم يستطيعا وحيل بينهما وبين ذلك وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه فعجبوا كل العجب وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض فنزل في ذلك والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض صورة الشورى فقيل لهما اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة فقالا أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب وأما عذاب الآخرة فلنقطاع له فاختارا عذاب الدنيا فجعلا ببابل فهما يعذبان هذه القصة حكم عليها عدد من علماء الأمة بأنها لا تصح منهم ابن الجوزي والشهاب العراقي الذي نص بكفر من اعتقد أن هاروت وماروت ملكان يعذبان على خطيئتهما وكذلك جزم بوضعها القاضي عياد وابن كثير الذي قال وأقرب ما يكون في ذلك أنه من رواية عبد الله بن عمري عن كعب الأحبار ورفع مثل هذه الإسرائيليات إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذب واختلاق ألصقه زنادقة أهل الكتاب زورا وبهتاناً التفسير الصحيح للآية الكريمة يقول الدكتور محمد أبو شهبة بعد أن أورد ما يثبت بطلان تلك القصة المشهورة يقول وليس في الآية ما يدل على هذه القصة المنكرة وليس السبب في نزول الآية ذلك بل السبب أن الشياطين في ذلك الزمن كانوا يسترقون السمع من السماء ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى كهنة اليهود وأحبارهم وقد دونها هؤلاء في كتب يقرؤونها ويعلمونها للناس وفشى ذلك في زمن سليمان عليه السلام حتى قالوا هذا علم سليمان وما تم لسليمان ملكه إلا بهذا العلم وبه يسخر الإنس والجن والريح التي تجري بأمره وهذه من افتراءات اليهود على الأنبياء فقال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ثم عطف وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت فالمراد بما أنزل على الملكين هو علم السحر الذي نزل ليعلماه للناس حتى يحذروا منه فالسبب في نزولهما هو تعليم الناس أبوابا من السحر حتى يعلم الناس الفرق بين السحر والنبوة وأن سليمان لم يكن ساحرا بل نبيا مرسلا من ربه وقد احتاط الملكان فما كان يعلمان أحدا شيئا من السحر إلا قالا إنما نحن بلاء واختبار فلا تكفر بتعلمه والعمل به ولكن الناس كانوا يستخدمونه في التفريق بين المرء وزوجه وقد دلت الآية على أن نتعلم السحر لتحذير الناس من الوقوع فيه والعمل به وأرى أن الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله قد أصاب في كل كلمة قالها في هذا الموضوع واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها آيات في سورة الأعراف تتحدث عن شخص يمثل ظاهرة تتكرر في كل زمان وهو العالم الذي آتاه الله علما غزيرا ولكنه انتكس واتبع هواه الذي قاده لاتباع الشيطان فأضله الله على علم نسأل الله السلامة قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سورة الأعراف الآيات الكريمة لم تذكر اسم شخص معين ولكن النفس البشرية تريد معرفة المزيد تبحث عن التفاصيل حتى في أساطير الأولين فبحث كثير من المسلمين عن هذه الشخصية فمن هو الذي سلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه والجواب طبعا كالعادة عند اليهود الذين حرفوا التوراة والإنجيل وكتبوا بأيديهم كتبا قالوا أنها من عند الله قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون سورة البقرة واليهود قاتلهم الله هم سبب الرئيس من أسباب دخول كثير من الأساطير إلى كتب التفسير فهم مصدر رئيسي لها وللأسف فإن تساهل المفسرين بالنقل عنهم من باب وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فقد جر هذا المنهج الأمة بأسرها إلى مستنقعات أكاذيب اليهود ومن جملة أكاذيبهم التي التسقت في وجدان أبناء الأمة أن شخصا يدعى بلعام ابن باعوراء كان يعيش زمن نبي الله موسى عليه السلام وكان عالما ربانيا يعلم اسم الله الأعظم ومستجاب الدعاء كما تقول الأسطورة ثم أغراه ملك الكنعانيين أو ملك مؤاب القرك واتبعه وأعلن عداءه لموسى عليه السلام وأراد الدعاء عليهم ولكن اندلع لسانه فعرف أنه خسر الدنيا والآخرة فأشار على قومه المؤابيين أن يجملوا نساءهم ويرسلوهن إلى معسقر بني إسرائيل ففش الزنا في معسقر بني إسرائيل فغضب الله عليهم وصلت عليهم الطاعون هذه خلاصة الأسطورة التي نسجها اليهود ووجدت لها طريقا إلى كتب المفسرين فأصبحت من المعلومات المسلم بها حتى أن كلمة بلعام أصبحت رديفة لكل منتكس حاد عن الطريق ولكل عالم آتاه الله علما ولكنه ضل عن الطريق القويم وناصر أهل الباطل فنسمع كلمة بلعام وبلائمة دلالة على شيوخ الضلال والحقيقة أن كل ما يروى حول شخصية بلعام الأسطورية ما هو إلا من تحريف اليهود وتدليسهم فدائما يضيفون إلى القصة الأسطورية ما تهواه أنفسهم فنجدهم يحشرون الزنا في قصصهم فلا تخلوا قصة من زنا فلان وفلانة حتى عندما يتكلمون عن أنبياء الله تعالى عليهم السلام نجد كلاما أترفع عن ذكره أدبا مع أنبياء بعصومين والحاصل أن شخصية بلعام هي شخصية أسطورية وقصته أشبه بأساطير الأمم القديمة من فرس وإغريق والعجب كل العجب من شيوع هذه الأسطورة بين المسلمين الذين انشغلوا بالتفاصيل عن فهم النص القرآني الذي فيه التمام والكمال وتبصيرة لكل صاحب لب وبصيرة ولو كان اسم ذلك الشخص مهما لذاكره الله تعالى أو أوحى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أن يذكره ولكن عدم ذكر اسمه دليل على أن معرفة الاسم غير مهمة والآيات الكريمة تتحدث عن ظاهرة تتكرر في كل زمان ظاهرة الضلال بعد الهدى وبعد أن نال منزلة عالية في العلم ولكن القلوب تتقلب بين يدي الله تعالى فلا يغطر امرؤ بعلمه وعمله وليسأل الله دائما السلامة من الفتن والثبات على الحق وحسن الختام إن الآيات الكريمة تتحدث عن ظاهرة تتكرر في كل زمان ولا يمنع أنها تتحدث عن ظاهرة وعن شخص معين كنامودج على تلك الظاهرة فأما بلعام ابن باعوراء فهي شخصية من نسج خيال اليهود فمن قال أنه هو المقصود بالآيات الكريمة فقد اعتمد على الإسرائيليات التي نقلها كعب ولم يجزم أحد من سلف الأمة أن المقصود هو بلعام بل اكتفوا بالنقل دون الجزن وأما من قال أن المقصود أمية ابن أبي الصلط فهو أقرب إلى الصواب فقد جزم بعض الصحابة الكرام بذلك روى ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري المجلد السابع الصفحة 189 عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها قال نزلت في أمية ابن أبي الصلط من هو أمية ابن أبي الصلط؟ هو أمية ابن عبد الله ابن أبي ربيعة ابن عوف ابن عقدة ابن عزة ابن عوف ابن ثقيف فهو ثقفي الأصل والنسب من الطائف وأما أبوه عبد الله كنيته الصلط بمعنى البارز المشهور وأمه من قريش واسمها رقية بنت عبد شمس ابن مناف وأما زوجته أم حبيب بنت أبي العاص فهي كذلك من قريش ويروي الحافظ ابن عساكر عن الزهري أن أمية خرج إلى البحرين وعندما رجع قال له قومه أن في قريش رجل يدعي أنه نبي كما تتمنى فذهب إلى مكة والتقى النبي عليه الصلاة والسلام ثم واعده وعندما التقاه في الموعد بدأ أمية فخطب ثم سجع ثم أنشد شعرا حتى إذا فرغ قال أجبني يا ابن عبد المطلب فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام ما تيسل من صورة ياسين وفي بعض الروايات قرأها كاملة فذهل أمية فخرج ثم تبعته قريش فقال له ما تقول يا أمية قال أشهد أنه على الحق ثم أخبرهم أنه سيفكر في أمره ثم خرج إلى الشام وبقي فيها حتى جرت غزوة بدر فمر على قتل بدر ثم أراد الذهاب إلى المدينة المنورة ليعلن إسلامه فرآه قوم من قريش فذكروا له عددا من أثناء قتل بدر من المشركين كان منهم ابن خاله عتبة وشيبة فجزع لوفاتهما وقطع أذني ناقته وذنبها ثم رثى قتل قريش في بدر فرثاهم فقال قصيدة طويلة من أبياتها ألا بكيت على الكرام بني الكرام أولي الممادح كبك الحمام على فروع الأيك في الغصن الجوانح ماذا ببدر فالعقنقل من مرازبة جحاجح ألا ترون لما أرى ولقد أبان لكل لامح أن قد تغير بطن مكة فهي موحشة الأباطح وبعد أن بكى وناح وأنشد قصيدته التي رثى فيها قتل قريش وعرض بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رجع إلى الطائف وعدل عن الدخول في الإسلام وبقي فيها حتى مرض ومات على الكفر كان أمية مثقفا ثقافة واسعة ولم تعرف العرب رجلا بغزارة علمه ولا بمستواه الثقافي يقول الجاحد عنه كان داهية من دواهي ثقيف وثقيف من دواهي العرب وقد بلغ اقتداره في نفسه أنه قد هم بالدعاء النبوة وهو يعلم كيف الخصال التي يكون بها الرجل نبيا أو متنبئا إذا اجتمعت له وحتى يترشح لذلك طلب الروايات ودرس الكتب لقد قرأ أمية الكتب وكان مطلعا عارفا باللغة السريانية التي مكنته من قراءة التوراة والإنجيل فقد روى الطبراني قصة أمية مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عندما خرجا إلى الشام في تجارة فكان يتوقف أمية كثيرا عند الأديرة ليقرأ من أسفار الإنجيل فالثابت أن أمية كان على الطلاع واسع بكتب اليهود والنصارى وأنه كان شغوفا بقراءة الكتب القديمة خاصة وأنه مجيدا للغة الآرامية حيث أنها لغة الثقافة في ذلك الوقت وبها كتبة التوراة والإنجيل وكتب تراث الحضارات القديمة هذه الثقافة العالية جعلته يعتقد أنه المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب نبي آخر الزمان فقد نظر في العرب فلم يجد من هو أعلم منه في كتب الأولين فكان شديد الاهتمام بهذه المسألة التي انعكست على شعره ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيت ألا كل شيء ما خل الله باطل وكذا أمية بن أبي الصوت أن يسلم البخاري رقم الحديث 3841 وروا الطبراني من حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه أنه قال قال لي أمية يا أبا سفيان إنها كلمة ما سمعت أحدا يقولها لي منذ تبصرت فلا تعجل علي حتى أخبرك قال إني كنت أجد في كتبي نبي يبعث من حرتنا هذه فكنت أظن بل كنت لا أشك أني أناه فلما دارست أهل العلم إذا هو من بني عبد مناف فنظرت في عبد مناف فلم أجد أحدا يصلح لهذا الأمر غير عتبة ابن ربيعة فلما أخبرتني بسنه عرفت أنه ليس به حين جاوز الأربعين ولم يوحى إليه قال أبو سفيان فضرب الضهر ضربه فأوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت في ركب من قريش أريد اليمن في تجارة فمررت بأمية فقلت له كالمستهزئ به يا أمية قد خرج النبي الذي كنت تنعته قال أما إنه حق فاتبع قلت ما يمنعك من اتباعه قال ما يمنعني إلا الاستحياء من نساء ثقيف إني كنت أحدثهن أني هو ثم يرينني تابعا لغلام من مني عبد مناف ثم قال أمية كأني بك يا أبا سفيان قد خالفته ثم قد ربطته كما يربط الجدية حتى يؤتى بك إليه فيحكم فيك بما تريد وقد ورد ذكر أمية في كتب التفسير عندما فسر بعض العلماء قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سورة الأعراف حيث نقل بعض المفسرين أقوال بعض الصحابة الكرام في بيان من نزلت فيه الآيات الكريمة فذكروا روايات عديدة بعضها ذكر اسم بلعام وبعضها ذكر اسم أمية ومن تلك الروايات حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سعيد ابن السائب عن غطيف ابن أبي سفيان عن يعقوب ونافع ابن عاصم عن عبد الله بن عمر قال في هذه الآية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها قال هو أمية ابن أبي الصلت وقال عبد الله بن عمر بن العاص وزيد بن أسلم نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقافي وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل الرسول في ذلك الوقت ورجى أن يكون هو ذلك الرسول فلما أرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حسده وكفر به حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبسة عن عبد الملك ابن عمير قال تذاكروا في جامع دمشق الآية فقال بعضهم نزلت في بلعام ابن باعراء وقال بعضهم نزلت في الراهب فخرج عليهم عبد الله بن عمر بن العاص فقالوا فيمن نزلت هذه قال نزلت في أمية بن أبي الصلت حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الكلبي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها قال هو أمية ابن أبي الصلت وقال قتاده يشك فيه يقول بعضهم بلعام ويقول بعضهم أمية بن أبي الصلت وقال الحافظ بن عساكر في تعريفه بأمية هو أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيع بن عوف وقيل أنه كان مستقيما وأنه كان في أول أمره على الإيمان ثم زاغ عنه وأنه هو الذي أراده الله تعالى بقوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وخلاصة القول أن الآيات تتحدث عن ظاهرة تتكرر كل زمان وأن أمية بن أبي الصلت هو نموذج لتلك الظاهرة كان موجودا زمن نزول القرآن ولا يخل زمن من شبيه له وأما القول بأن المقصود في هذه الآيات بل عام بن باع راء فهذه من الإسرائيليات التي دخلت كتب التفسير وتلقفها كثير من المسلمين الحمد لله الذي تتم بحمده الصالحات نحمده تعالى على عظيم فضله وإحسانه له الحمد على كل شيء سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنعم وتفضل بتمام هذا العمل نسأل الله تعالى القبول وأن ينفع به عباده لقد اعتمدت في التأليف على الاختصار لأن معظم الناس لا تطيق قراءة الكتب كبيرة الحجم كثيرة الصفحات لذلك انتهجوا نهج الاختصار على أن لا يكون اختصارا مخلا فأعطي الموضوع حقه بشكل مختصر وأعتمد على ضرب الأمثلة وذكر نمادج تعطي صورة عامة للموضوع فلا ذاعي لذكر جميع المعلومات المتعلقة في موضوع واحد فأكتفي بذكر المهم منها معطيا القارئة ما يحتاجه لفهم الموضوع ورسم صورة عامة له ولو تتبعت جميع المعلومات التي لا تصح التي دخلت كتب التفسير لكان هذا الكتاب عبارة عن مجلدات ضخمة فكم المعلومات غير الصحيحة كبير جدا وكتب التفسير والتاريخ بحاجة ماسة إلى مراجعة علمية شاملة يقوم عليها فريق من العلماء والباحثين فرغم الجهود المبذولة في تصويب وتنقية كتب التاريخ والتفسير مما علق بها ودخل عليها من معلومات لا تصح إلا أن هذه الجهود دون المستوى المطلوب خاصة في ظل الفوضى العارمة التي تجتاح العالم الإسلامي تتمثل في انتشار الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي التي من خلالها تبث كميات ضخمة من المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة وكل يقول ما يشاء دون حسيب أو رقيب والأمر يتعدى العفوية في الطرح إلى وجود هيئات ومنظمات وجهات خفية تعمل ليل نهار لإفساد عقيدة المسلمين وتحريف فهمهم لكتاب الله جل في علاه فنجد الحكواتية يخرجون باستمرار على شاشات الفضائيات يجدرون ما في كتب التفسير من معلومات كثير منها ليصح وآخرون يفسرون آيات الله تعالى حسب مزاجهم وكما توحي إليهم شياطين الإنس والجن فنجد من التفاسير الغريبة العجيبة ما يصيب العاقل بالحيرة فمن أوحى لهم بها ولماذا يخرج هؤلاء بالذات على الفضائيات ويقدمون باعتبارهم علماء وباحثين ومفكرين والواحد منهم لا يساوي فلسا واحدا كالمدعو علي منصور كيالي ومحمد شحرور وأمين صبري والقائمة تطول بهؤلاء الزنادق الذين استخدمهم أعداء الدين لهدم أركانه إن الجهات الخفية المرتبطة بالنظام العالمي تدعم أولئك الشياطين فنجد الملايين من أصحاب النفوس المريضة والضعيفة تتبعهم وتصدقهم ونجد الكثيرين من المسلمين لا يصدقونهم ولهؤلاء الصنفي نوع معين من شيوخ ودعاة وظيفتهم إفساد العقول بخرافات ومعلومات لا تصح ومسائل من شأنها حرف فهم أبناء الأمة لكتاب الله عز وجل وهؤلاء الشيوخ والدعاة الذين يظهرون على القنوات الإسلامية أكثرهم يرددون بحسن نية وبلا وعي ما يملى عليهم بعضهم اختص بقصص القرآن الكريم وآخرون انطلقوا في عالم الأبحاث المتعلقة في القرآن الكريم كموضوع الإعجاز في القرآن الكريم الذي جعله كثير من الباحثين شغلهم الشاغل فانطلقوا يبحثون فيه بلا وعي ولا ضابط يضبط أبحاثهم فنجج عن ذلك كمية كبيرة من المعلومات غير الصحيحة التي اتخذها أعداء الدين وسيلة للطعن في صحة القرآن الكريم وأفضل ما قيل حول الإعجاز العلمي ما قاله الدكتور صلاح الصاوي الخائضون حول شرعية ما يعرف بالإعجاز العلمي على مذاهب منهم من توسع بإفراط فنسب إلى الوحي ما ليس منه وإلى العلم ما لم يقله ومنهم من منع القول بالسبق العلمي بإطلاق ورأى أن ذلك صيانة للوحي من العبث وقسم ثالث رأى أنه إذا نطق الوحي بخبر لم يعرف من قبل ووافق العلم الحديث ذلك الخبر لازم القول بالسبق العلمي وفرق هؤلاء بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي فالإعجاز العلمي هو تطابق بلا تكلف حقيقة شرعية يدل النص عليها دلالة لا تحتمل التأويل مع حقيقة علمية أجمع العلماء أهل التخصص عليها وخلاصة القول أن هناك فوضى عارمة تججاح العالم الإسلامي وهناك مؤسسات تعمل ليل نهار على إدخال معلومات لا تصح في أذهان المسلمين هذه المؤسسات تستخدم كافة الوسائل المتاحة للوصول إلى كافة الشرائح لذلك يجب على العلماء والباحثين توحيد الجهود للتصدي لتلك المؤسسات وأدنى بها وبيان كذبهم وتدليسهم حتى لو كان بعض من تم تقديمه وتصديره المشهد من المسلمين المخلصين الذين تم التغرير بهم ولكن هذا لا يعني أن نسكت عنهم بدعوى أنهم فضلاء مخلصون وهذا الكتاب هو محاولة متواضعة لتسليط الأضواء على معلومات لا تصح وجدت طريقها إلى كتب التفسير وهو امتداد لجهود العلماء والباحثين الهادفة إلى تنقية كتب التفسير مما علق بها من معلومات لا تصح ورغم الجهود المبذولة إلا أنها دون المستوى المطلوب والأمر خطير يتطلب تكاتف الجهود لبيان حقائق الأمور لعموم المسلمين والوقوف في وجه المفسدين الذين يستهدفون القرآن الكريم بفسادهم وإفسادهم نسأل الله العظيم أن ييسر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته والحمد لله رب العالمين تم الكتاب بفضل الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك